نجحت شركة مبادلة كابيتل في إغلاق صندوق الاستثمار الرئيسي الثاني صندوق الفرص الخاصة في البرازيل بنجاح بعد استقطاب ما يزيد على 710 ملايين دولار من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين بما فيها صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وسيواصل صندوق الفرص الخاصة الثاني في البرازيل استراتيجيته القائمة على التركيز بصفة رئيسية على الاستثمار والحصول على حصص ملكية مسيطرة في شركات ناضجة تواجه تحديات أو أزمات إلا أنها تحمل إمكانات واعدة